أعلن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد بيبة عن خطة لإجراء انتخابات في الصيف المقبل مع سعيه للبقاء في السلطة رغم محاولة البرلمان إزاحته لتعيين حكومة جديدة وجدد أدبيبة تعهده بعدم التنحي إلا بعد انتخابات وطنية متحديا تعيين البرلمان وزير الداخلية السابق فتح بشاغ خليفة له في رئاسة الوزراء وقالت بيبة إن حكومة الوحدة الوطنية ستجري انتخابات برلمانية تعقبها انتخابات رئاسية في يونيو حزيران المقبل وضف أن المسار الذي يتبناه البرلمان يهدده بإعادة البلاد إلى الانقسام وسيؤدي حتما إلى الحرب مرة أخرى معنا من ترابلس الباحث السياسي السيد سامي العالم سيد سامي أهلا بك أدبيبة يعول على الاتفاق السياسي وما يتضمنه من صلاحيات لرئيس الحكومة إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة هل فقد يعول على ذلك أم أن هناك معطيات أخرى تدفعه إلى التمسك برئاسة الحكومة بداية المسار الخير أستاذ ريمة ولكافة أستاذ المشاهدين أعتقد بالنسبة لسيد بيبة هو يعتمد على الضغط الشعبي أكثر من أنه يعتمد على الاتفاق أو يعتمد على أي نوع من القوانين للأسف الشديد لم يعد هناك أي قيمة لكل الاتفاقات وكل القوانين الموجودة حاليا أو المعمول بها حاليا في الساحة الليبية الكل يؤول أو يفسر بما يهوى وأعتقد أنه أكثر شيء هو لحشد الشارع والشعب لمساندته في هذا الأمر أعتقد أنه هذا ما يعول عليه السيد بيبة وإن كان هو غير منطقي إجراء هذه الانتخابات بهذه الطريقة التي ذكرها السيد بيبة لا أعتقد أنها تستقيم وخصوصا في هذا الوضع القائم والانقسام الحاصل والشعبوية والإصطفاف والمغالبة سواء بالقوة أو بالسياسة أو بالتمسك بمقاليد السلطة من ناحية البرلمان أو من ناحية حفظة أو من ناحية الدبيبة هذا بأن إذا أخذك بيبة عن المشهد هو سياسي بامتياز وليس كما يقول مجلس النواب نتيجة تفساد حكومة الوحدة الوطنية لماذا لا ننتظر نتائج ديوان المحاسبة لنرى إذا كانت هذه الحكومة فاسدة أم لا هو للأسف ليس سياسي فقط إنما هو استخباراتي وواضح أن هو لعبة مخابرات مصرية والكل يعلم هذا وليس بخافي أو غريب عن أي من الليبيين وأعتقد أن تحجج البرلمان بأن حكومة الدبيبة حكومة فاسدة إلى غاية الآن لن نستطيع أن نقول أن حكومة الدبيبة فاسدة على الرغم من تحفظاتنا على الإهدار الكبير للمال ولكن لن نستطيع قول حكومة فاسدة إلا بعد صدور حكم قضائي أو تحقيق قانوني ومن يدعون أنهم سيقدون به على الفساد وهو السيد فتح بشاغة هو في ذاته لو اطلعنا على تقرير ديوان المحاسبة لسمة 2019 لنرى قيمة الفساد بالمليارات وهناك اتهامات مباشرة ويفترض أن السيد فتح بشاغة يخضع إلى التحقيق من النايب العام والمحاسبة على مليارات الدولارات التي أهدرها أثناء وجودها في السلطة كوزير داخلية وإلى غاية الآن السيارات التي استوردها إلى وزارة الداخلية لم يبقي بها أي عربة تتبع وزارة الداخلية بل كلها تتبع بعض القوات التي تسانده وتتبعه بشكل مباشر أي بمعنى أنه ما قام بتجهيز وزارة الداخلية ليس للوزارة وإنما لميليشيا تحميه في داخل الوزارة وأعتقد أنه شفنا في الأسبوعين الماضيين الاستعراض الذي قامت به الميليشيا التبع لفتح بشاغة قبل أن يصوت له البرلمان وهذا يعني واضح فهذا هو شخص ليس متهم وإنما مدان من ديوان المحاسبة سيد سامي أطرح عليك السؤال أن يتعلق بجلسة المجلس الأعلى للدولة اليوم ولماذا فشلت هذه الجلسة في إجراء التصويت على التعديلات الدستورية رغم أن السيد المشري يقول بأن هناك أي تعديلات أو أي ملاحظات على هذه التعديلات إنما الأمر يتعلق بالمدد الزمنية فقط هو السيد المشري للأسف الشديد هو أول من انبطح وخان الأمانة سريا التقى بعقيلة صالح في المغرب في لقاء سري وعلى رغم أنه فضح في آخر الأمر هذا اللقاء ونكر عقيلة صالح هذا اللقاء وفي نفس الوقت هو من أرسل المجموعة التي ذهبت إلى طبرق وهو من أرسل خفية هو مجموعة من أعضاء حزبه وتكتله ليس الحزب السياسي وإنما الانتباع الأيديولوجي الذي ينتميله هم من أرسلوا التزكيات لفتح بشاغة لأن فتح بشاغة أساسا هو نائب رئيس الحزب تباحهم أو نائب رئيس الأيديولوجي الذي يتبعها في مدينة مصراتة فهي مسألة مسألة أيديولوجية وهو يحاول أن يبرئ نفسه من هذا الأمر فقال بأن المجلس الأعلى للدولة ليس معارضا في الوقت الذي معلوماتنا وأصدقائنا الموجودين في جلسة اليوم يؤكد بأن أكثر من 60 أو 65% من الأعضاء الموجودين في القاعة كلهم ضد هذا التعديل الدستوري ليس بسبب المدد وإنه جملة وتفصيلا ضد هذا الإجراء وهو تأكد مئة بالمئة أنها في حال استمروا في التصويت سيكون لغير صالحه أو لغير ما يريده أو ما يهواه فلذلك هو أجل وكان بالإمكان عندما تحجج بهروب الكهرباء هو بداية اليوم نرى أن السيد المشري أطال مداخلات كل الأعضاء في الوقت الذي هو قانون أو اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للدولة ثلاث دقائق فقط ليبدي كل شخص رأيه اليوم حوالي 9 ساعات أو 8 ساعات من جلسة ولا يخرجون بتصويت شكرا جزيلا لك سيد سامي سامي العالم الباحث السياسي من ترابلس ترجمة نانسي قنقر